قصتنا تبدأ في مدينة أماها المتواجدة في ولاية نبراسكا الأمريكية بين 2008 و2013 صارت مجموعة حوادث في كذا منزل في هذه المدينة صارت حوادث في المدينة دي بطريقة عشوائية بس المحققين بالذات في آخر حادثة حسوا أنه في شيء غلط أن الفاعل سب لهم رسالة من الرسالة دي قدروا يمسكوا طرف الخيط لنبدأ السلام عليكم أنا لعمة أهلا وسهلا فيكم في فيديو تاني في قناة الآن زي ما ذكرت في المقدمة قصتنا اليوم تتكلم عن مجموعة أحداث غريبة في مدينة أماها فتعادلوا نتكلم عن الأحداث دي ومين ممكن يكون فاعلها وهنت بسيط القصة هذه سولفت بمعنى عندنا منزل عائلة هانتر عائلة هانتر فيها الأب والأم وأربع أبناء من ضمنهم ولد عمر 11 سنة اسمه توم أو تومي زي ما يدلعوا والمدبرة حق المنزل اللي تشتغل عندهم بارتايم أو دوام جزئي والمربية اسمها شيرلي يوم 13 من شهر مارش عام 2008 توم رجع من المدرسة وكان فيه تصوير لكامرة المراقبة الموجودة جوه الباص مصورة توم هو نازل منه في دلوقت كان الأب في الشغل والأم في الشغل ومسافرة كمان لمدينة تانية والأخوان الثلاثة كلهم برى البيت ما كان فيه في البيت غير المربية اللي اسمها شيرلي نزل توم دخل البيت شال شنطته وكل شيء راح المطبخ أخذ السناك حقه ونزل عند القبو في غرفة يسميها غرفة اللعب الغرفة هادي فيها الأكس بوكس حقه موجودة علبة الصودة حقته والشيبس شيرلي المربية قاعدت نظف البيت السيد بيل هونتر رجع من الدوام تقريبا على الساعة خمسة لما نرجع ما دخل من الباب الأمامي الواضح أنه متعوي يدخل من الباب الخلفي تشاف قدامه المربية على الأرض إذا بس رفعت عينك كده حتشوف توم الاثنين تمطعنهم حتى الموت انطعنوا انطعنوا لينما ماتوا الأب فورا دق على 9-11 وقال لهم يجوا ولما نجوا مسكوا التحري اثنين من المحققين دولا المحققين أباكم مرة تفتكرونهم كويس وأنا اختصارا لكل شيء هنديهم بأبطالنا المحققين دولا أول شيء يسووا لما اندخلوا وفتشوا البيت كويس القاتل ترك ثكاكين في كذا ما كان في البيت وعلى الضحايا زي اللي داخل بهدف القتل فوق ده كله على توم وعلى شيرلي الاثنين فيه علامات طعن نفس الطعن في جهة واحدة من الوجه وراء بعض وراء بعض فهمتوا كيف؟ المنظر واضح انه اللي دخل حاقد ألف ومو معروف طيب من الهدف هل هي المربية وتوم شاف أو العكس أو الاثنين أو ما في هدف قبل لا تفكروا انه هذا بني آدم دخل عشان يسرق فاحب أقول لكم انه هذا تاني شيء استغربوا منه المحققين ما في ولا شيء مسروب من بيتهم البيت مليان مقتنيات فوق ده كله فيه فلوس واضح انه اللي دخل ما يبي يسرق يبي يكتل المحققين أبطالنا لما يعني جوين كتي يبي يحطوا احتمالات قالوا هل ممكن توم عنده مثلا أحد في المدرسة بينه بينه التار خسروا في لعبة من الألعاب يعني قالوا نحطوا مليون احتمال ما في أي دي اي ما في بصمات ما في شيء أبطالنا قالوا طيب ليه ما نسأل الطبيب نفسه بيل يقول له هل عندك أعداء سأل الأم سألوا كل شيء فبيقول له حاول تفتكر هل فيه شخص انت مزاعله هل فيه معرفة هل 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 فقل لهم انه لا ما افتكر انه فيه أحد يعني أنا مزاعله زي كده وراحوا وسألوا في المستشفى يبوا يعرفوا لانه في بعض الأحيان في بعض الحالات يمكن الآن جت في بالك عوائل ما تتقبل انه مريضهم اتوفى نتيجة انه هو خلاص يعني جاء وقت انه يتوفى فالمحاققين يمكن كان تفكيرهم زي كده عشان كده راحوا للمستشفى يبوا يعرفوا فاكتشفوا انه ما فيه أحد إلا شخص واحد بس الشخص ده من زمان مشي من المستشفى من 2001 ويحب نتكلم عن 2008 لكن واحدة من الجيران قالت في دا اليوم في سيارة هينداي لونها سيلفر فضي أول مرة تشوف السيارة دي في الحي حقهم حيهم راقي نوعا ما وكل الناس تعرف بعض في داك الحي فشكل السيارة والبني آدم اللي نازل من السيارة لفتها بشكل ما وما هي قدر تنسى شكله حتى وصفت شكله والشرطة رسمت سكيتش للبني آدم ده وانا ما عدت في السكيتش ده أصلا ساعدهم ولا لا على اي حال قضية عائلة هونتر فضلت انسول كل الناس اللي كانوا في داك الحي بدأوا يخافوا لانه كان ان اي حي واي مثلا مدينة ما عمروا سمعتوا عنها مشاكل قتل صار ولا شي اكيد انهم حيفضلوا خايفين غير طبعا عائلة هونتر اللي بتعرف ليش ابنهم ينتل ليش بالوحشية دي الوصف كان جدا وحشي في الضحايا فكل الطرق قدتهم لطرق مستودة يعد 2008 2009 10 11 12 13 في يوم الام اعرفكم على عائلة تانية اسمها عائلة بيوترا عائلة بيوترا مكونة من الزوج والزوجة في ده اليوم اللي هو يوم الام زارهم برضو زوجين يفطروا مع بعض اول مهم انهم حيروحوا مع بعض ياكلوا برا كاحتفال بيوم الام السيدة بيوترا من اقول لكم السيدة بيوترا بمعنى الزوجة والسيد بيوترا بمعنى الزوج عائلة بيوترا الاثنين دول اخذوا الزوجين الرجال كان كبير في السن فكان يمشي بالوكر تعرف الوكر اللي هي كأنها نصط طاولة بيمشي فيها هو كان يمشي بالوكر وكان جدا بطيء وقالوا له هو الشيء وشكله يعرفوا بعض لكن هذه المعلومة مهمة نوعا ما البني آدم هذا أخرهم في الروحة وأخرهم في الرجعة وركزوا لي في الرجعة الرجعة للبيت وهم راجعين البيت عائلة بيوترا جاهم تنبيه على الجوال أنه تم اقتحام البيت حوالي العشرين دقيقة عشان يوصلوا البيت وصلوا البيت دخلوا ما لمحوا أي شيء غريب الأغرب أنه ما في شيء ينسرق ما في أحد جوا ما في أي بوادر أنه كان فيه بني آدم هنا غير الباب والواضح أنه كان باب الباسمنت ألقبه بيقول السيد بيوترا أنه الباب كان مفتوح إنش بس فقام قفله وخبروا الشرطة أنه تم اقتحام بيتهم بس حرفيا ما في شيء ينسرق على باب البيت كان في دين اي بس للأسف الدين اي ما له أي ماتش يعني ما طلع في السيستم حقهم أنه الدين اي دا لأحد ما يعرفوا مين العجيب أنه في نفس اليوم بعدها بكم ساعة يصير حدث تاني الآن أعرفكم على العائلة الساسة اللي هي عائلة برومباك تكونة من السيد روجر برومباك والسيدة ماري برومباك بس أنا حقول عائلة برومباك وخلاص في دا اليوم بنتهم اتصلت فيهم فيديو كول تمام عشان تهنيهم يعني بيوم الأم وزي كده وبنتهم رمت لهم نقطة فهم ضحكوا فهي عملت تصوير للشاشة المسكينة ما تعرف أنه هذي المسكينة ستفضل مسكونة بالنسبة لها لأنه حرفيا بعد ما خلصت المكالمة ما مرت دقائق رن جرس البيت قام السيد برومباك راح للباب فتح الباب تم إطلاق النار عليه بعدين دخل جوه لغرفة المعيشة وأطلق النار على ماري قفل الباب ومشي الجثث قعدت يومين في البيت ما حد يدري عنها حرفيا بعد يومين جاء عامل خاص بنقل البيانو الواضح أنه الاثنين كانوا يبغوا يبيعوا بيتهم لأنهم كانوا لابسين ملابس قديمة والواضح أنه كان فيه شوية تجديدات في البيت على أساس أنهم يبغوا يبيعوه فمن ضمن الأشياء يمكن اللي باعوها أو يبغوا ينقلوها كان البيانو فكان فيه واحد خاص جاء عشان ينقل البيانو فلما جاء في الوقت المحدد قاعد يدق 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 ما حد بيرد فراح لين عند الباب وبدأ يدق وما حد بيرد جاي بيفك الباب يعني يشوف إذا نفك على الأقل بس يصرخ أنه يا جماعة أنا جيد لاحظ أنه فيه على الباب المخزن حق المسدس هنا حسب القلق واتصل على الشرطة وقال لهم كده 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 فيه مخزن مسدس عند الباب جاءت الشرطة ومين جاء معاها؟ المحققين الأبطال حقينه لما اندخلوا البيت لقوا أنه سيد برنباق قريب من الباب يعني الواضح أنه نفتح الباب اللي كان بتكلم معاه يا أنه دخل يا أنه على طول طلع المسدس عشان كده السيد برنباق بعد شوية وراء حتى فيه في الباب شوفوا بين الباب من جوة والباب من برة فيه فراغ الفراغ هذا لقوا البيت حق الرصاصة ودي المرة الثالثة اللي يصير فيه حدث يتم اقتحام بيت وما يتم سرقة شي منه فيه مقتنيات كثير يعرفوا ضحايا كويس هنا بدأوا المحققين يقولوا إيش فيه هذه ثانية حادثة تصير اليوم أول شيء اقتحام منزل بيترا دحين دولة المحققين ما كان فيه شيء في بالهم إلين شافوا شيء واحد وحسوها زي الرسالة فيه عليهم علامات طعن واحد من المحققين دولة لمن ركز كويس جاب زميله قلوا تعال الشكل دا ما يذكرك في شيء كان على الضحايا الاثنين على ما تطعن هنا المحقق أول ما شاف المنظر دا ما قدر ينسى أبدا وفجأة جف باله من تومي وشيرلي اللي ماتوا في 2008 في منزل عائلة هانتر أسلوب القتل واحد وكأنها رسالة الضحايا دولة مخلص ماتوا أطلقت النار عليهم ليش تطعن؟ لما انبعد شوية المحقق وبدأ هو وزميله يطايعوا في الضحايا قالوا فيه شيء مشترك لين لاحظ شيء المحقق؟ الدكتور هانتر ومنزل برونباك الاثنين أطباء مو بس كده الاثنين بيشتغلوا في نفس المستشفى أو في نفس المجمع الطبي في نفس القسم بيشتغلوا بيل هانتر كان المسؤول عن المقيمين في الجامعة هي زي مستشفى الجامعة أو مجمع طبي تابع لجامعة فيمتوا كيف؟ لكن روجر برونباك اللي ماتوا وزوجته كان رئيس قسم قالوا بس الإجابة حنلقيها هناك في دي المستشفى المستشفى دي اسمها غريتن هادي هي زي ما سموها هما نبض مدينة أومها ما في أحد إلا وجاء تعالج فيها كل اللي درسوا الطب كلهم اشتغلوا فيها كلهم درسوا فيها فعشان كده المستشفى دي يعني زي معلم أو شيء مهم في دي المدينة هنا المحققين راحوا هاد بعين تانية رايحين وقاعدين يدوروا على شخص حاقد هل الشخص دا زميل ولا الشخص هذا طالب بس ما تم ذكر انه الاثنين دولا يسووا عمليات أو جراحة يعني واحد مسؤول عن المقيمين اللي هناك واحد مسؤول عن قسم الأمراض يعني مو انه مثلا واحد يوم سوى عملية وفشلت ومات الشخص تافه فأتخيل وراحوا لأبطالنا الاثنين طلعوا جميع الملفات والتقارير لجميع الأشخاص اللي كانوا بيشتغلوا هنا وخرجوا من عام 2000 إلى 2013 طاحت عينهم على أحد الملفات الملف لشخص اسمه أنثني غارسيا كان طالب في المستشفى دي ومين أستاذ أنثني غارسيا شاندا بيوترا فاكرين عائلة بيوترا اللي تم اقتحام بيتهم بس هم ما كانوا جوا ييوه شكل القاتل كان يبقى يدخل يقتلهم ولما ما لقاهم ميشي طبعا بعد ربنا يعني كله بفضل هذا الضيف اللي كان جدا بطيء اللي خلاهم يطولوا عبالي يرجع عائلة بيوترا قالوا انه لو احنا رجعنا بدري كان زماننا ميتين ولا كنتوا عارفين أي شيء عن الموضوع أنثني غارسيا من الأشخاص اللي في 2001 تم أرضه من الجامعة المحققين بيقولوا ما يبغى لها دكتور ما يبغى لها محقق التقارير بين وضوح الشمس أي أحد يمسك تقارير أنثني سيشوف أنه البني آدم جدا أكاديميا فاشل هذا كلام بيوترا وبيوترا وصلت الكلام ده لدكتور هانتر ودكتور برونباك الدكتورة بيوترا بتقول أنثني كان طالب سيء وشخص سيء غير أنه أكاديميا كمان غير أبدا ما هو حريص على شغله وصفت أنثني أنه كان إنسان كأنه طفل بس لابس روب زي اللي مواخد عمله من جد ما قالت بالضبط إيش كان يسوي لكن التقارير كانت باينة قدام الكل في جميع أداؤه كان سيء عشان كده هي وصلت الموضوع أنه الولد هذا ما حينفع أنه هو يكمل ولما نشافه هانتر وبرونباك أنه فعلا الولد ده ما حينفع عشان كده فصل نهائي من الخدمة بمعنى أنثني غارسيا ما يقدر يشتغل طبيب في أي مكان فانطرد 2001 من المجمع داحق بريتن اللي هو أهم مكان في مدينة أماها بس دقيقة مين أنثني غارسيا أنثني يا جماعة حسب كلام أهله وأخوه أنه كان جدا 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 طموحه يصير جراح مخ أبوه جدا كان فخور فيه أمه كانت بتشتغل في التمريض أنا ما أظن أبوه كان يشتغل شغلانة تانية لكن طموحه فوض فحرفيا في عام 1999 أول شي عمله أنه أخذ أغراضه وكانت أول مرة أنه يترك البيت وخلاص يروح يقيم في أحد زي السكن الجامعي عشان يدرس أو يبدأ في مشواره الطبي وكانت أول وجهة له في نيويورك لكن ما طول هناك ورجع تاني بيت أهله لهم الموضوع ما مشي أمه وقتها بتقول أنا ما كنت عارفة إيش السبب لكن السبب كان أنه أنثني ما هو بروفشنال في شغله أبدا بمعنى يعني مو تحسو كده مو ما يتقن عمله في أمتكاب يحب شغله إيوه بس مو مش شي كويس سبهل للموضوع غير أنه صرخ على أحد الدكاترة هنا في قسم الأشاعة الأم قالت لما نرجع البيت كان واضح عليه أنه مضغوط متضايق لكن اللي حلو أنه هو ما استسلم وقال أنا حسوي فرصة تانية وهذا لما ندخل لمستشفى جامعة بريتن وهنا زي ما قلت لكم لما نسوه له فصل نهائي طبعا هذا الفصل بمعنى أنك ما تحاول أنك تاخد أي ترخيص أنك تمارس مهنة الطب في أي مكان حسن كلامهم وبرضو رجع البيت وقال لأهله الموضوع ما مشي ولكن برضو ما استسلم وراح لولاية تانية وقدم على رخصة طبية وقدر ياخدها كيف ما نعرف ولكن برضو الرخصة دي ما صارت صالحة جرب يشتغل في المعيادات جرب يشتغل في القسم الطبي في السجون الولد ما وقف فواضح عليه أنه مو شي واحد حيوقفه قاعد يحاول 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 في جميع الأماكن ومستشفيات اللي كان بيحاول أنه هو يدخل ترفضوا لأنه كانوا يعفون بني آدم تم منعه تماما من المهنة اللي هو فيها فما كانوا يعطولوا الترخيص كانت هذه الأماكن ترسل طلبات معينة لجامعة غريتن أو مستشفى غريتن فالرد اللي كان ييجي من غريتن كان كله سلبي الدكتورة بيوترا كانت بتقول إحنا ما نبغى نقطع رزقه بس ما ينفع يكمل يعني ما ينفع يكذب ويقول لا أوكي لا ما ينفع فضل هذا الوضع زي كده إليه موصلنا لعام 2013 العام اللي ماتت في عائلة برامباك وكمان تم اقتحام بيت عائلة بيوترا الاثنين في نفس اليوم في هذه السنة راح ونقل لولاية انديانا جاب بيت وكمان عنده سيارة فراري وقدم على شغل في أحد السجون وقبلوه بس طردوه بعدها يعني حرفيا كل ما يدخل مكان ينطرد عشان كده المحققين شافوا الواضح انه الولد هذا كان عنده نية في الانتقام بس ليش ينتقم في 2008 ويرجع ينتقم في 2013 يعني ليه مو كلهم في نفس الوقت الاحتمال الوارد انه كل اللي مر فيه بعد ما انفصل خلا يعصب ويتهجم على بيت هانتر فما لقى الطبيب اللي فصله عشان كده قرر انه يحرق قلبه بعدها حاول يكمل حياته عادي والواضح وهانتر كانت هي سبب انه هو مقادر يكمل فالواضح عشان كده قرر انه يرجع ويقتل الشخصين التانين المسؤولين عن فصله بعد ما انفصل من السجن اللي كان يشتغل فيه مرت ثلاثة اسابيع وهنا لما اقتحم منزل عائلة بيوترا وقتل عائلة برمباك اخو انثني بيقول مو شرط يا ما ناس انطرضت من شغلة ولا منهم مو كل الناس بتروح تقتل للان احنا ما عندنا دليل قاطع انه انثني هو اللي سوى كده احنا بس شايفين انه هذا الشخص الوحيد اللي ممكن يكون عنده حقد على الاشخاص دولة لكن المحققين حقيننا شايفين انه ده المشتبه به رقم واحد قرروا انهم يروحوا يفتشوا بيته او يتكلموا معاه في بيته الموجود في ولاية اللينوي بس ما كان جوا البيت وما يمديهم يدخلوا البيت يفتشوا بدون اذن المحقق حقنا لما اخد نوع السيارة اللي شافتها الجارة في 2008 طلع المعلومات عرف انه السيارة دي كانت تحت اسم انثني قارسيو يعني سيارة انثني اللي كانت في الشارع حق بيت الهانتر فالواضح دي سيارة تانية يمكن هو مستأجرها ولا استأجرها بس داك الوقت لحين ابطالنا بيو يعرفوا البني آدم ده فين كان في يوم الام خلاص اللي صار في 2008 يعني ممكن ما يفتكره فبما انه 2013 الموضوع كان شوية قريب يبقى يدفو هو فين كان في دا اليوم دخلوا على سجلات الهاتف وشافوا كل الاتصالات اللي سواها وفين سواها عرفوا انه كان قريب او على حواف مدينة اومها وتم رصدوا في احد كاميرات المراقبة الموجودة في احد المتاجر كان بيشتريش عيدية في نفس الوقت كانوا بيشتغلوا المحققين دولة مع الـ FBI ومع السلطات القريبة يعني في كذا مقاطعة في كذا مدينة عشان اي احد يشوفه في خلال الدائرة دي يلقي القبض عليه المشكلة لما المحققين شافوا تصوير كاميرات المراقبة شالوا هم انا مادري ايش عندهم معلومات ما قالوها بس قالوا هم شايلين هم انه حيروح ليكمل يقتل في باقي الناس اللي كانوا سبب في طرده في عدم قبوله كانوا شايلين هم انه دا اللي يصير حسب كلامهم عندهم معلومات الا في احد الايام ساعة تمانية ونص الصباح تم القاء القب على انثني جارسيا كان يسوقه هو سكران ولقوا في سيارته مترقة حديدية وفي حديدة اللي هي اتوقع تساعد انك تفك مثلا شيء تكسر باب تفك باب صراحة ما عاد في ايش اسمها ومسدس واضح انه حدث المحققين دولة كان حقيقي شكله كان رايح للضحية البعدها كل البحث اللي سواه او اغلب البحث اللي سواه في جوجل كان كلمة انتقام بطرق كتير شكله من اول ما انطرد اليه ما شاف انه كل مكان مو قاعد ان يقبلوا بدأت في كتن انتقام دخلوا بيته بيته كان واضح عليه ما في عفش زي اللي ما كان ناوي يرجع البيت لكن كان فيه نوع من الفوضى في بيته الا وهي طاولة الطعام كان فيها مستندات كتير المستندات دي كانت شهادات والاشياء اللي درسها الاشياء اللي مارسها الصق حق المنزل اشياء كتير في الحوض حق المطبخ كان فيه كيس قمامة اسود كبير كان فيه كمان جوه مستندات تانية والواضح انه كان مغطسها في مادة معينة عشان تخرب لكن قدروا انهم يشيلوا الورق هذا قبل ليصير فاسد تماما وكان الورق ده فيه كلام تحس قاعد يخطط مكتوب انتقام قتل خطف اقتحام قتل العائلة الفلانية كلمات زي كده كلمات طالعة من قلب شخص حاقت زي اللي كان قاعد يفكر ايش هيسوي نيكس بس تعرفوا اللي كان حاضط بس كلمات تلميحات مكاتب الموضوع كامل من ضمن الاشياء كمان اللي كانت في الكيس التقارير تخيلوا اللي فصلته في 2001 اللي كانت بتوقيع الدكتورة بيوترا كل التقارير السيئة عنه زائد تقرير فصله اللي متوقع من السيد هانتر والسيد برامباك وزيدكم كمان من الشعر بيت لقوا في علبة رصاص عنده اخذوا الرقم التسلسل لحقها وبعد فترة لقوا مسدس مرمي في احد الحقول كده على الطريق الرقم التسلسلي حق المسدس دا طابق الرقم التسلسلي اللي على علبة الرصاص هذا هو المسدس اللي قتل فيه عيلة برامباك اخر عيلة واختم لكم الموضوع انه الدين اي اللي كان على باب بيت عائلة بيوترا كان له لما انتم اقع القبض عليه وجهوله تهمت القتل لأربع ضحايا من الدرجة الاولى والعقوبة نادرة ما تسمعوها مني الاهدام هنا عاد نيجي للامور حق المحكمة اللي صراحة مر مليانة مواضيع لكن اختصار المواضيع دي كلها انه الفريق حق انثني بيقول معليش داك اليوم لما شفتو دخل المتجر وكان بيشتري وكان رايح تروا ما كان رايح يقتل هو بالعكس رجع قومها عشان يدور على شغل جديد وما شفتو اشترى شي غريب يعني اشترى بس عصيرات اشترى تشيكين وينجز مدري ايش مو عشان شفتو والله خلاص ومعا اشياء في السيارة يعني راح يقتل غير كده قالوا يعني اذا حينتقم كان ينتقم من زمان ليش جاي دا حين ينتقم واضافوا وقالوا ترى الدكات ردولا اللي فصلوه عندهم كمان اعداء تانين ممكن في ناس تاني تكرههم طيب بس الادلة فريق انثني بيحاول قد ما يقدر انه يشيل حكم الاعدام لكن الادلة قوية جدا ضده الين ظهر شاهد واحدة اسمها سيسيليا سيسيليا تشتغل في ملها ليلي الملها دا كان انثني يعني زبون عندهم بس يروح هنا عجبته سيسيليا بطريقة ما فسيسيليا قالت لي هي تسمي الدكتور وكانت تقول له انا مو نوع البنات اللي انت تدور عليهم ووصفت له انه هي فين بتشتغل انت شايفني فين باشتغل فابدا يعني الاهتمام حقها مو اللي انت بتدور عليه هو كان بدوره على جورفرين هي ما تبقى الشهيدة كانت معاه صريحة قام هنا انثني اشقل لها بمعنى الكلام انه على فكرة ترى حتى انا ترى باد بوي يعني انت تحسب ان انت بس اللي باد ترى انا قاتل ولد عمر 11 سنة وقاتل امرأة كبيرة كمان الواضح انه هذا النقاش صار بعد جريمة تومي وشيرلي اللي صارت في منزل الهانتر اللي هي اول جريمة سيليا بصوتها في تسجيل صوتي لها وهي بتقول الكلام ده فريق انثني بيقول اسمع جماعة هذه البنت عملولها مقابلة وهي شاربة فممكن تكون سكرانة وبعدين كانت وقتها بتاخد نوع من الحبوب فموش شخص دو مصطاقية ناخد منه كلاما لكن الطرف التاني بيقول سيليا لا عندها شي تخسروا ولا عندها شي تكسبوا لو راحت وتكلمت فقد اكلوا في المحكمة كانت واقفة بكل ثقة ما غيرت قصتها ولا ترددت وكانت توافق على اي مقابلة تصير معاها بنزك كده ايش هتستفيد راحت قاتل عنده ومشيت فالادلة حرفين كلها ضد انثني جارسيا الفيرو 18 انثني جارسيا مذنب لقتل اربع ضحايا من الدرجة الاولى والعقوبة الاعدام لكن متى ما نعرف اللي يتابع قناتي نادرا جدا قل من نادر كمان ان حكم الاعدام ينعمل لنمو كل الولايات في هالحكم ده زائد انه كان عليه كمان اشياء تانية سواها بعد الحكم ده كده مرة طلب بيصير استئناف لكن يتم رفض استئنافه للان ما لقيت مكان كتب متى حيكون تنفيذ الحكم او اي شي جديد هل قدام حيفاجئونا والله يقولوا اف لا خلاص انشال الحكم منه صار بس مدى الحياة مثلا او هنعرف اذا هو تم فعلا تطبيق الحكم عليه ولا لا اللحظة اللي خلتني يعني كده افرح واتقشعر في نفس الوقت انه بعد ما خلصوا كلام في المحكمة وكله نادوا المحققين الاثنين جابوهم قدام العوائل كلهم عائلة هانتر وعائلة برامباك كانوا واكفين كلهم وقفوا كل القاعة وقفت قالت تصفق للمحققين دولا كانت هذه قصة انثني جارسيا اللي قتل اربع ضحايا عشان الانتقام وتم نجات واحدة من العوائل عشان عندهم كان ضيف جدا بطيء اذا عجبتكم القصة او الفيديو مو المأساة طبعا لا بس انه يعني ان شديتوا قعدتوا تفكروا تحققوا بينكم من بعض قل اللي ابغاء منكم اسلايك وتحت رأيكم طبعا في الكومنتات ابغاء كمان تحرياتكم اللي كانت طالة منكم اشوفكم في فيديو جاي اسلام